قارم ما بين طرائق التبادل التجاري في الجدول التالي و جايب لي أوجه للمقارنة بين التجارة في الطرق القديمة أو بالطرائق القديمة وبالطرائق الحديثة طرائق مفردها طريقة ركز بقى معايا كده من حيث الوقت الطرائق القديمة أو الطريقة القديمة ها اللي يا مستر ليقول لي أن هنا تحتاج إلى وقت طويل فبنقول أنها طريقة بطيقة لأنها محتاجة وقت طويل جدا على عكس بترائق النقلة الحديثة اللي هي طائرات والسفن والسيارات فبتبقى ممتازين سريعة طيب من حيث الجهد في الطرق القديمة بتبزي المجهود شاق جدا لأنك بتسافر لممكن شهر أو شهرين عشان توصل البضائع والسلع بتاعتك وبتحتاج أن أنت بتحمل السلع ديت وبتشيلها مرة تانية فتبقى طريقة شاقة وصعبة فبنقول من حيث الجهد فهي طريقة شاقة طيب الطرائق الحديثة هنقول طبعا أنها طريقة مريحة جدا طيب وسائل النقل في الطرق القديمة أو في الطريقة القديمة وسيلة النقل يبين إله البضائع والسلع في التجارة وفي القوافل من خلال الجمال وغيرها من الحيوانات فهنقول وسائل النقل الحيوانات أما طبعا في الطرق الحديثة بنستخدم وسيلة نقل وهي طبعا ممكن الطائرات ممكن السفن ممكن السيارات يمكن نقول الطائرات السفن السيارات وغيرها من وسائل النقل طيب تعالوا نشوف وجه أخر للمقارنة التكلفة من حيث التكلفة في الطرق القديمة طبعا التكلفة مرتفعة لأن أنت هتاخد وقت كبير جدا وتنقل كمية قليلة من البضاعة في الوقت الكبير جدا ده أنت بتستهلك عمالة كتير وبتستهلك أطعمة وإلى آخر وبتحتاج عمال كتير فبنقول من حيث التكلفة هنقول مرتفعة أما في الطرق الحديثة فالنقل ممكن بيحصل في خلال عدد من الساعات وممكن يكون في خلال دقائق كمان خلاص أقل كمان من الساعات للبضاعة دي فبنقول أن التكلفة هنا بتكون منخفضة شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر